اشتركوا في القناة فيديوهات راح تكون موجودة في كل الابراج راح اكون وضعها في كل الابراج في كل بداية التوقعات لاني بشرح فيها اشياء خصوصا في اشخاص بيجوا بسمعوا بسبرجهم لحالهم فما بقدر اضل اعيد نفس الكلام فبسجل المقدمة هاي بحطها انا في مقدمات اول اشي انا بعمل مقدمة بعمل الجزء الثاني بكون منها اللي هي حركة الكواكب وتنقل القمر والزوايا وخلو المسار وتأثيرات الكواكب الكاملة اللي بتأثر عليك بالفترة هاي ايجابيتها ونحوسيتها ممكن ما تتوافق معك ممكن انت تتشاء من اللي انا بحكيه ممكن اكون قاسي في بعض الكلمات ما رح اجاملك لاني انا بعطي الاشي اللي انا بشوفه صحيح ما هذا رأيي انت ما حبك رأيي ما حبك اسلوبي عادي بتنزل بتعملي دسلايك بتسب علي وكومنت بتسحب حالك وبتطلع من القناة وترجع لهاش مرة ثانية اذا حبك الاسلوب هاد وعجبك الاسلوب هاد بديش تحط لي لايك بديش تحط لي كومنت بديش تحط لي سبسكرايب بديش تشترك بالقناة بس المهم اني انا وصلت الفكرة وفتك بالمعلومة وعطيتك معلومة صح اللي بترضي ربنا وبترضي ضميري طيب القسم الثاني بكون حكينا احنا عن حركة القمر والزوايا اذا في زوايا بتكون ايجابية او سلبية من القويات ايه برضو الخلو والمسار حركة الكواكب هاي وبعدها بيجي الجزء الثالث اللي احنا بنحكي تأثيرات القمر بالتوقعات الاسبوعية ماشي هاي وحدة اتنين ياريت انك تسمع برجك وتسمع طالعك يعني بتسمع البرج الشمسي تبعك وبتسمع الطالع تبعك اللي هو بتحكم او بعطيك الصفات الشخصية تاعتك لانه ممكن هاد يعطيك صفات بتنطبق عليك وهذا بعززها بشكل اكثر فانت بتطلع بالتوقعاتك الشخصية ما بتعرف طالعك حاطلك روابط انا في صندوق الوصفة كيف تعرف طالعك وكيف تطلع طالعك وكيف تستخدم جدول لاستخراج طالعك بتعرفش الوقت في صفات كل الطوالع الصفات العامة شوف الصفة اللي بتناسبك بتعرف الساعة انت لحالك وبتستخرجها لحالك ما عرفت برضو اكتب يعني تاريخ ميلادك كامل يوم والشهر والسنة مع ساعة الميلاد مكان الولادة بتعليق فيه اشخاص موجودين بتدربوا او بتعلموا فهم بساعدوك في هذا الموضوع فيه اشخاص بقولك بلها المقدمة مقدمتك طويلة زهقتنا ادخل في الموضوع يا اخي فيه اشخاص موجودين بتعلموا فيه اشخاص بهمهم المقدمة فيه اشخاص بتسمع المقدمة فيه اشخاص بتسمع الفيديو من اوله لاخره ما بقدر انا ارضي ذوقك انت او اسلوبك انت او الاشي اللي برضيك انت وارفض الباقيين فعشان هيك انا بعطي حقي في الفيديو هذا او في التسجيل عشان ارضي الجميع فانت عادي يمشي الخط من تحت هيك بطلع لك كلمة برجك انت مكتوبة من عندها اسمع البرج تاعك اما انك انت بدك تغير او اغير على اهواك لا اكتب رأيك بتعليق انت والله انا شفت فيه ناس كثير اتفعلت على الموضوع وحطت لايكات عليه او اي كلام حطت عليه بدهم الاسلوب هذا انا اتبعه على رأيي الاكثرية انا باخد ماشي عشان نكون متفقين من البداية انت شوي هيك عصبي ومزاجك حاد وما عجبك اسلوبي وحسيت اني انا دفش او فض بالكلام او كثير كلام او هاد عادي اكتب ليها في تعليق تحت وانا باستقبل انتقادك بشكل مؤدب ولكن اذا فيها مشتايم ومسبات وهان لا راح استقبل كلامك باسلوب بليغ في كلامك الكوا كل الاحترام والتقدير باعتذر عن شوية الشد هاي خلينا نروح على توقعاتنا ونشوف ايش اللي بدها تصير الحركة الفلكية خلال فترة هذا الاسبوع او العشر ايام اللي انا راح احكي فيها التوقعات طبعا القمر راح يتنقل على اكثر من برج خلال الفترة هاي فعنا من اليوم الخميس لغاية الفجر يوم السبت 25 الشهر القمر راح يكون موجود بالعذراء من فجر يوم السبت ولغاية صباح يوم الاثنين القمر بكون موجود في الميزان من صباح يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الاربعاء بكون في العقرب من صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة بكون في القوس من ظهر يوم الجمعة وما بعد بكون موجود بالجدي طبعا بالنسبة لخلو المسار خلو المسار هاي فترة سلبية جدا بتصير دائما بانتقال القمر من برج لبرج يفضل فيها انه انت ما تكون باي شيء مهم او ضروري او شراء اشياء مهمة بالنسبة للك او عقد او زواج او توقيع لخطوبة او زفاف او اشياء مهمة كلها لانها هاي الفترة بيكون فترة خلو المسار هي فترة نحسة جدا بتأثر على هاي الاشياء دائما بنتائج سلبية بعد فترة فبالنسبة لخلو المسار اللي راح يكون او الفترات خلو المسار لكل انتقالات القمر بالفترة القادمة اول خلو المسار راح يكون يوم الجمعة اللي هو اربع وعشرين الشهر راح يبدأ من الساعة احدى عشر وسبع دقائق بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام فجر يوم السبت خمسة وعشرين سبعة تمام الساعة واحدة وثلاثة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني صباحا اما بالنسبة لخلو المسار الثاني بيكون يوم الاثنين سبعة وعشرين الشهر بيبدأ من الساعة واحدة وثمان دقائق فجرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى صباح يعني ساعات الصباح اللي هو الساعة اربعة واحدة عشر دقيقة بتوقيت جرينيتش اما بالنسبة لخلو المسار الثالث راح يكون يوم الاربعاء التسعة وعشرين الشهر بيبدأ من ساعات الصباح ساعة اربعة ودقيقة بتوقيت جرينيتش وحتى ساعات صباح يعني برضو ساعات الصباح يعني المدة بسيطة جدا بالنسبة لخلو المسار اللي هي لساعة سبعة واربع وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش طبعا بالنسبة لخلو المسار الرابع شوي هذا بده شوي التركيز للحساب من آخر ساعات يوم الخميس على الجمعة اللي هي عند منتصف الليل بيصير عندنا خلو المسار اللي هو ساعة 12 و 7 دقائق يعني أول دقائق من يوم الجمعة بعد منتصف الليل ورح يستمر طول يوم الجمعة لغاية الساعة 11 و 58 دقيقة ظهرا بتوقيت ايرينتش خلينا نروح على حركة الكواكب ونشوف حركة الكواكب لكل برج ايش رح تأثر علينا بالفترة القادمة او رح تركز الاهتمامات على ايش او بعطيك طاقة في ايش ايجابيا وسلبيا طبعا وصلنا لموليد برج التور بالنسبة للشمس طبعا موجود في بيتك الرابع بيتك الرابع هذا العلاقة بالعائلة العلاقة بالبيت العلاقة بالعقارات العلاقة بالشؤون الداخلية او المنزلية او امور الها علاقة بشراء بيت او ترحال او صيانة او ديكور او مشتريات منزلية او نقاشات عائلية او علاقات عائلية او زيارات عائلية يعني كل شيء العلاقة بالبيت والعائلة بتعلق في هذا المكان طبعا القوة ايجابية بتساعدك في بعض الامور بتحسن بعض الاشياء بشكل ايجابي على حسب الزوايا اللي بتصير حاول انك تتابع الابراج اليومية عشان تعرف اذا كان في زوايا سلبية وامتى التأثيرات السلبية بتكون وايش ممكن يتأثر عليك ايجابيا او سلبيا بالفترة القادمة اما بالنسبة طبعا لا عطارد عطارد في البيت الثالث بيتحليف العلاق قوي بيسندك في بعض المشاكل او بعض الامور وبدعمك فبتقدر تتجاوز مشاكلك بسرعة بديها عالي وقدرها على الاقناع برضو بتنشط بالاتصالات والحوارات والتواصل مع الاشخاص اللي حواليك مقنع بشكل عالي جدا برضو بكون في عندك اشياء ايجابية بتساعدك بالفترة هاي اللي هي المعنويات وقدرتك على جمع البيانات والترويج لسلعة معينة او التسويق اللي بيشتغلوا في مجال التجارة بيبدعوا بالفترة هاي وبيحققوا انجازات جيدة اما بالنسبة لبيتك الثاني طبعا الزهرة ما زالت موجودة في بيت المال فعشان هيك بتفتح بعض الفرص او المجالات لفرص لها علاقة بالمال مكاسب او تفكر في عمل لتحسين او تطوير وضع مالي او اعادة جدولة لبعض الديون المتراكمة عليك من فترة بتحاول انك تجد حلول برضو رح يدعمك في هذه المسألة بيكون لك تعاملات كثيرة على مستوى بنوك وضريب وتأمين في الفترة القادمة اما بالنسبة للمريخ فموجود في بيت المتاعب عندك هو اللي شوي ممكن يعركس بعض المسائل او يتعبك في بعض الاوقات يخلي في عندك نوع من انواع الحدية او الاهمال الصحي فعشان هيك بتكون عصبي خصوصا في مكان العمل ممكن تتجاهل او تتمرد على زملائك او رؤساك بالعمل ممكن تحتد من بعض الامور اللي بتتعلق في العمل برضو برضو بتخليك شوي تتكاسل في انجاز بعض الاعمال او تتهرب من انجاز بعض الاعمال او تلتزم في عمل مهم ممكن برضو يعمل لك نوع من انواع المشاكل على المستوى الصحي زي ظهور بعض التعب او القلق وبرضو بتفتح مجالات لاشخاص انهم يتآمروا عليك بالخفاء يعني حاولوا يدولك يتكلموا عليك ينموا عليك ننصحك بالفترة هاي انه ما تدخل اماكن مجهولة اما بالنسبة للجدي طبعا الجدي وبيتك التاسع بما ان الكواكب موجودة عندك بلوتو مشتري زحل وبتراجعوا فهدولا بيأثروا على امور الها علاقة بالدراسة خصوصا الدراسة اللي ما بعد الثانوية اللي هي الجامعية او الاكاديمية بيأثروا برضو على امور الها علاقة بالسفر بيعطلوا السفر بيخلوا التركيز عندك شوي ضعيف اذا كان في عندك سفر ممكن تنسى اوراق او تنسى معاملات او تنسى شنتتك او تروح بدون ما تركز بموعيد التنقلات تاعتك هسا في اشخاص بقول له لا ما هي كورونا وما فيش سفر هذا مالوش احنا ما اننا في كورونا احنا منحكي عن وضع عايش بتأثر خذها على الدراسة خذها على القضايا على المحاكم خذها على هاي الامور هيك بتحكم هذا البيت ممكن بيصير فيه خلافات ما بينك وبين اشخاص اجانب عنك او من خارج البلاد اما بالنسبة لنبتن طبعا نبتن في بيت الاصدقاء هو اللي بيعمل نوع من انواع التوهم او الوهم او بتكتشف بعض الامور اما من اصدقاء او بتنغش في بعض الاصدقاء او اصدقاء بيستغلوك وبحاولوا ينصب عليك بالفترة هاي او يضللوك في بعض المسائل بتكون حذر جدا وبرضو بتكون قلق جدا والوسواس بيشتغل على التشكيك في هاي الامور اما بالنسبة لأورانوس فهو في البيت الاول عندك فهو اللي بيعمل فجأة تقلبات نفسية عندك فجأة بشحنك بطاقة ايجابية فجأة بتلاقي النفسية تعكرت فجأة بتحتد فجأة بتتعالج الامور فجأة بتلاقي مرغوب انت من الجنس الاخر فجأة بتلاقي انه انت بتنهي علاقة بشكل مفاجئ تقلبات اورانوس هاي معروف ما عنده لا ايجابي يعني يا ايجابي كامل يا سلبي كامل فبدك تكون حذر من تنقلاته وبرضو من الزوايا اللي بيشكلها في التوقعات اليومية اما بالنسبة لتوقعاتنا الاسبوعية فمنجد انه من اليوم الخميس وحتى فجر يوم السبت بكون القمر موجود بالعذراء بتظل الرغبة قوية بالتقرب من احبائكم واجاد قاسم مشترك بجمعكم فيهم بحيطك الفلك بحيوية وحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط وممكن يكون يوم من افضل ايام الشهر واوفرها حظا حاول انك تستغل الفترة هاي لانه ما بعدها رح يكون فيها نوع من انواع الضغط لانه القمر رح يتحرك لبيتك السادس سابع ثامن يعني مقابلك مباشرة فرح يضغط عليك بشكل كبير في الفترة القادمة فاستغل الايام هاي من الخميس للسبت عشان تكون الامور لصالحك طبعا بالفترة هاي بتشعر بالطمأنينة والراحة والحظ بيدعمك في كثير من المواقف من فجر يوم السبت وحتى صباح يوم الاثنين القمر رح يصير في الميزان بيتراكم العمل عندكم ولكن بتجدوا تعاون من الزملاء مارسوا نشاط بدني للمحافظة على ياقتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت اضافي حاذر من المشاكل الصحية من صباح يوم الاثنين وحتى صباح يوم الاربعاء القمر بصير موجود بالعقرب يعني قبالك مباشرة بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حافظ على هدوء اعصابك ونبرد صوتك لا تعرض لقاءك للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة شوي من هيك الحزن او الظلم او تشعر بانه ناس بتتآمر عليك يعني شوية قهر اهم اشي انك ما تيأس وكون صبور لعلك تنجح من صباح يوم الاربعاء وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالقوس بتعيدوا تنظيم اموركم المالي المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة سارع في تهديت الاجواء هاي فترة مناسب الاطلاع على اراء الغير بتتلقى مساعدة او تعاطف عليك ان تتحلى بالليوني والتفكير الموضوعي من ظهر يوم الجمعة بيكون القمر وصل للجدي فعشان هيك بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر او اتصالات بعيدة او بتزداد رغبتكم في التقرب من احباك ام وتعزيز العلاقة معهم لا تجعل شيء يحبطك تطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحصر عواصف الايام الاخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة للسفر ولورشات العمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا الاسبوعية والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة